في مثل هذا اليوم من عام 2020 رحل الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق ويؤد الفريق العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة الفريق محمد العصار رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة حفر اسمه في تاريخ الوطن بأحرف من ذهب بعد مسيرة وطنية حافلة ولد الفريق محمد سعيد العصار في الثالث من يونيو عام 1946 وتخرج في الكلية الفنية العسكرية التي تعلم فيها الكثير من الانضباط والالتزام والتفاني في حب الوطن والتضحية من أجله وخلال حياته كتب الفريق العصار تاريخا حافلا في خدمة الوطن عسكريا ومدنيا فكان أحد الأبطال الذين شاركوا في انتصارات أكتوبر المجيدة كما لعب العصار دورا هاما في أهم الأوقات الفاصلة في تاريخ مصر والتي كانت أهمها خلال فترة ثورة 25 يناير عام 2011 حيث كان وقتها مستشارا لوزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية ولم تتوقف مسيرته الحافلة عند هذا الحد بل ساهم كذلك في حرقة التنمية التي شهدتها الدولة في كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة مصر والتي طالما وصفها العصار دوما خلال تصريحاته بمرحلة العبور الثاني في تاريخ الوطن وخلال مسيرته تقلد الفريق العصار العديد من المناصب الهامة التي أثبت براعته فيها وأدى دوره خلالها على أكمل وجه ليصبح أحد الرموز البارزة في تاريخ الوطن وتكللت جهود الفريق العصار بتكريمه من الرئيس السيسي ومنحه ردبة الفريق فخري عوشاح النيل تقديرا له ولتاريخه الكبير وفي السادس من يوليو من عام 2020 رحل الفريق العصار عن عالمنا تاريخ خلفه مسيرة وطنية حافلة